الشعي إذن هو العارف بإمام زمانه لابد أن تلتفت من أنه حينما نستخلص هذا التعريف من ثقافة العترة الطاهرة فليس المقصود من معرفة الشعي بإمام زمانه أن يكون عارفا بشخصه أن يعرف الاسم أن يعرف النسب أن يعرف الوالدة والوالدة أن يعرف زمان الوالدة محل الوالدة إلى بقية التفاصيل التاريخية هذا جزء من معرفة إمام زماننا هذه التفاصيل وما يتفرع عليها هي جزء هي سطور في كتاب مفصل عنوانه معرفة إمام زماننا وليس الأمر ينحصر بمعرفة مقامات الإمامة وشؤون الإمامة هذا جزء من معرفة إمام زماننا وكذلك ما يرتبط بالإمام المعصوم ذاتا وصفات وأفعال وما يتفرع على ذلك من التفاريع العقائدية كل هذه المفردات تشكل أجزاء من معرفة إمام زماننا لكن الأمر لا يقتصر على هذه المضامين لابد أن تعرف من أن ثقافة العطرة الطاهرة حين تتحدث عن معرفة الإمام إنها تتحدث عن منظومة عقائدية كاملة فشؤون النبوة هي جزء من معرفة إمام زماننا وشؤون التوحيد هي جزء من معرفة إمام زماننا حينما نتحدث عن معرفة الإمام فإن شؤون التوحيد جزء من معرفته ولولانا ما عبد الله ولولانا ما عرف الله حين نتحدث عن معرفة الإمام بحسب ثقافة العطرة أذكركم فقط البرنامج للبيان والشرح والتوصيف ليس للاستدلال لا أجد وقتا للاستدلال الذي يريد منكم أن يبحث عن الأدلة والبراهين وهذه التفاصيل التي ترتبط بعنوان الأدلة والبراهين فليرجع إلى برامج المفصلة المطولة برنامج محدود بحدود أيام شهر رمضان وفي ساعات محدودة لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء لكنني سأحاول أن أضع الخارطة العقائدية بين أيديكم فحينما أتحدث عن معرفة الإمام أنا لا أتحدث عن إمام بعينه وبشخصه معرفة إمامنا بعينه وبشخصه هي جزء من هذا العنوان جزء من عنوان معرفة الإمام فشؤون التوحيد هي جزء من هذه المنظومة وشؤون النبوة هي جزء من هذه المنظومة إلى بقية العناوين الأخرى المهمة معرفة الإمام منظومة عقائدية تعتمد على أساس هو الإمام من أراد الله بدأ بكم هذا الخطاب بالنسبة لنا بدأ بالحجة بن الحسن فهو إمام زماننا فمن أراد الله كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم فشؤون التوحيد هي جزء من معرفة إمام زماننا من أراد الله بدأ بكم البداية منكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فمعرفة الإمام منظومة عقائدية متكاملة وهذا ما أحاول أن أبينه لكم في حلقات هذا البرنامج في مجموعة حلقات أعرف إمامك إذن هذا هو المراد الإجمالي من تعريف الشيعي هو العارف بإمام زمانه فهو عارف بمنظومة عقائدية متكاملة مدارها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ستتضح لنا الخارطة العقائدية شيئا فشيئا والبداية ستكون من تعريف الشيعي أريد أن أكون شيعية عنوان الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة إنما أكرر هذه الكلمات كي تكون الصورة جلية وواضحة بين أيديكم من هو الشيعي الشيعي هو العارف بإمام زمانه وما معرفة الإمام منظومة عقائدية متكاملة سآتي على بيانها بقدر ما أستطيع في حلقاتي هذا البرنامج عبر أيامي شهر رمضان إذا أردت أن أدخل في تفاصيل هذا التعريف سأشخص لكم وبالدقة من خلال سبري أغوار أحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم وفي الصف الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم من خلال كل ذلك فإنني أقول من أن الشيعية العارفة بإمام زمانه هو السليم الفطيم اليتيم هذه مصطلحات قرآنية حديثية فالشيعي هو السليم الفطيم اليتيم بتعبير أوضح السليم السليم العقيدة وسلامة العقيدة تقودنا إلى سلامة القلب ومر الحديث عن هذا فالشيعي هو السليم سليم العقيدة وهو الفطيم فطيم فاطمة لأن فاطمة فطمت شيعتها من النار وهو الفطيم فطيم فاطمة وهو اليتيم يتيم القائم ويتيم القائم هو الذي يعرف إمامه وفي قلبه حسرة وهو وهو في حالة شوق وانقطاع إليه لكنه لا يستطيع التواصل المباشر معه هذا هو الشيعي اليتيم هذه الكلمات ما هي كلماتي إنها كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيعي إذن بحسب هذه الأوصاف هو سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي هذا هو الشيعي العارف بإمام زمانه السليم الفطيم اليتيم سليم العقيدة فطيم فاطمة يتيم القائم وبعبارة أخرى الشيعي سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي نذهب إلى فاصل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مر الحديث في الحلقات المتقدمة بخصوص هاتين الآيتين من سورة الشعراء ومن أن عنوان العقيدة السليمة مشتق ونابع من هاتين الآيتين وتحديدا من الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة الشعراء إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب الذي يشتمل على العقيدة السليمة إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات وإلى الآية الثالثة والثمانين والتي بعدها بعد البسملة من هذه السورة الكلام واضح وصريح في مصداق من أوضح مصاديق التشيع لعلي وآل علي وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وإن من شيعته من شيعة نوح بحسب السياق اللفظي للآيات إذا ما رجعنا إلى الآيات المتقدمة على ذكر إبراهيم فإن الحديث كان عن نوح النبي كما في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من نفس السورة من سورة الصافات وَلَقَدْ نَادَانَا نُوح فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تَسْتَمِرُ الْآيَاتَ سَلَامٌ على نُوح في العالمين وتأتي هذه الآية في هذا السياق اللفظي وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ من شيعة نوح لإبراهيم وقد حدثتكم فيما سلف من أن نوحا هو أشرف المرسلين هو شيخ المرسلين هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجف اقرأوا زيارته السلام على شيخ المرسلين من أولي العزم إبراهيم موسى عيسى فإذا كان إبراهيم من شيعته فموسى أيضا وعيسى من شيعة نوح ونوح من شيعة علي الشاهد لنوح يوم القيامة هم أشياء علي حمزة وجعفر مر الحديث في الحلقات الماضية وعندنا في أحاديث العترة في تفسير هذه الآية من أن المراد وإن من شيعته من شيعة علي فآيات الكتاب كما بيّنوا لنا في قواعد التفسير الذي هو على وجوه وطبقات وآفاق ومجاري ومطالع فقد يكون أول الآية في شيء ووسطها في شيء آخر وآخرها في شيء ثالث قطعا هذا في أفق من آفاق التفسير ففي بعض آفاق التفسير ينكسر السياق ينكسر السياق ما بين الآيات بل ينكسر السياق حتى في الآية نفسها وهذا يعود بنا إلى معارض كلامهم لا يعني أننا لا نعبأ بالسياق نحن نعبأ بالسياق في أفق من آفاق التفسير وفي آفاق أخرى فإننا لا نعبأ بهذا السياق هذا إذا أردنا أن نتبع منهج علي وآل علي في تفسير قرآنهم بعيدا عن تفاسير السقيفة وتفاسير النجف وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله وإن من شيعته إلى إبراهيم لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا التعبير لكن إذ جاء إذ جاء ربه بقلب سليم فسلامة القلب تتعانق هنا مع التشيع لعلي وآل علي بل بحسب السياق اللفظي إنه تشيع لأشياع علي ونحن نقرأ في أحاديثهم ما يرتبط بشفاعة فاطمة فإنها تشفع في شيعتها وفي شيعة شيعتها فهناك الشيعة وهناك شيعة الشيعة ففاطمة تشفع في يوم القيامة في شيعتها وفي شيعة شيعتها هذه التفاصيل واضحة جدا في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين البرنامج محدود ولا أستطيع أن أتتبع كل صغيرة وأذهب وراءها في كل تفاصيلها خلاصة خلاصة القول وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم هناك تعانق واضح ما بين سلامة القلب التي تخبرنا عن سلامة العقيدة والتشيع الشيعي هو السليم أما الذي يتبنى هذه المنظومة الهجينة من عقائد الأشاعرة والمعتزلة وهراء الطوس ومن جاء بعده من مراجع الشيعة فهذا ما هو بحامل لعقيدة سليمة ومن هنا فهو ليس شيعيا هو شيعي للطوس شيعي للشافع شيعي للخوع شيعي للسيستاني شيعي لأي أحد لكنه قطعا ما هو بشيعي لعلي وآل علي مثل ما قرأت عليكم في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن محمدا وعليا سيخاطبون هؤلاء من أنكم قذرون طفسون لا تصلحون لمرافقة أئمتكم وبعد ذلك يقول رسول الله هؤلاء ما هم بشيعة لنا هؤلاء يحبوننا هؤلاء محبون هذا هو الذي مر علينا في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله قرأتها عليكم في الحلقات الماضية لا أجد وقتا كي أفتح الكتاب لقراءة هذه النصوص مرة أخرى لكنني سأقرأ عليكم نصا آخر في السياق الذي أتحدث عنه هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذه طبعة ذوي القربى قموا المقدسة صفحة ميتين واثنين وثمانين رقم الحديث مية وخمسة وخمسين الحديث عن إمامنا السجادي إمامنا العسكري يحدثنا عن جده زين العابدين صلوات الله عليهما رجل يقول للإمام السجاد يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فالشيعي هو صاحب القلب السليم هذا هو منطق الكتاب ومنطق العترة وعدتكم أنني لن أخرجكم من سياجي ثقافة العترة الطاهرة بقدر ما أستطيع فهذا الرجل يقول لإمامنا السجاد صلوات الله عليه يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا الحديث عن سلامة القلب وسلامة القلب مردها إلى سلامة العقيدة وسلامة العقيدة مردها إلى سلامة منابعها والمنابع السليمة قرآن محمد وآل وآل محمد المفسر بتفسيرهم كما بايعنا في بيعة الغدير لا بحسب مناهج السقيفة ولا بحسب مناهج الضلالة إنها مناهج النجف ومع قرآنهم حديثهم الذي يفهم بحسب قواعد تفهيمهم التي بايعنا عليها في الغدير أيضا مثل ما قال لنا رسول الله مشترطا علينا في البيعة هذا علي يفهمكم بعدي فإن كان قلبك يا هذا الذي تدعي من أنك من شيعتنا الخلاص فإن كان قلبك كقلبه كقلب إبراهيم فأنت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من أي شيء ليس كقلب إبراهيم لم يكن بسلامة قلب إبراهيم لم يكن بطهارة قلب إبراهيم وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبين إذا كان طاهرا من من الطفاسة والقذارة التي يؤتى بها من النواصب من فكر النواصب من العيون الكدرة القذرة فأنت فأنت من محبين وبعد ذلك الإمام يقول له وإن لم تكن كذلك فأنت كاذب إلى آخر الرواية الشريفة فإن كان قلبك كقلب إبراهيم الخليل فأنت من شيعتنا الخلص أنت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه لكنه كان طاهرا نظيفا من قذارة النواصب من طفاسة النواصب التي أغرقتنا بها حوزة النجف منذ أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا إن كان قلبك خليا من تلك القذارة والطفاسة فأنت من محبينا وإلا فأنت كاذب هذه موازين الأئمة في تشخيص شيعتهم نحن نتحدث عن الصفة الأولى من صفات الشيعي الشيعي العارف بإمام زمانه هو السليم الفطيم اليتيم أما السليم فقد صارت الصورة واضحة لديكم نذهب إلى فاصل الشيعي العارف بإمام زمانه هو السليم سليم العقيدة وهو الفطيم فطيم فاطمة الروايات واضحة وصريحة من أن فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار الأحاديث تحدثنا من أن الله قد فطم فاطمة عن النار وفطم ذريتها وشيعتها وهذا التعبير جاء بهذه الصيغة وجاء أيضا من أن فاطمة فطمت فطمت شيعتها من النار والمعنى واحد فاطمة صيغة فاعل فهي التي فطمت لو كان المراد من أنها فطمت لقيل لها مفطومة وليست فاطمة فاطمة صيغة فاعل الفاطمة هو القاطع ولكن بعد القطع يوصل بما هو أفضل كالمرأة حينما تفطم رضيعها لماذا تفطم رضيعها إنها تفطم رضيعها لأنها تريد أن توصله بما هو أفضل لنموه وغذائه وصحته فهي تقطعه عن حليب صدرها كي توصله بما هو الأفضل له من طعام وشراب في السن التي وصل إليها ذلك الرضيع الفاطم هو القاطع لمصلحة لهذا الذي جرى عليه القطع وبعد القطع يأتي الوصل لما هو الأفضل ففاطمة فطمت شيعتها عن النار ووصلتهم بها فهذا هو الذي قصدته بفطيم فاطمة الذي يفطم هو الفطيم الذي يفطم هو الفاطم والفاطمة والذي يفطم هو المفطوم والفطيم وقد بينت قبل قليل من أن الشيعية هو السليم الفطيم اليتيم الكتاب الذي بين يدي هو المزار الكبير لمحمد ابن جعفر المشهدي من كتب المزارات المعروفة عندنا وهو من علماء القرن السادس الهجري هذه الطبعة طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وتسعة هجري من زيارة جامعة تبدأ في صفحة مية واثنين في صفحة مية واربعة يأتي السلام على الصديقة الكبرى فاطمة السلام على الطاهرة الحميد والبرة التقية الرشيد النقية من الأرجاس المبرأة من الأدناس الزاكية المفضلة على نساء العالمين السعيدة المطلوبة بالأحقاد المفجوعة بالأولاد الحورية الزهراء المهذبة من الخناء يذكرني هذا بما قاله مرجع الشيعة الكبير محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى من أن فاطمة خرجت من حدود الآداب حينما تحدثت مع أمير المؤمنين بعد رجوعها من خطبتها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله من أنها خرجت من حدود الآداب هكذا تقول الزيارة الشريفة الأمر لا يقف عند محمد حسين كاشف الغطاء الشريف المرتضى له كلام أقبح من كلام محمد حسين كاشف الغطاء هذه المطالب كلها تحدثت عنها في حلقات مفصلة في برنامج الكتاب الناطق مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة ستون حلقة مفصلة تناولت هذه الموضوعات بالتفصيل بالوثائق بالحقائق بالمصادر لطمت بها وجه حوزة النجف فسكتوا وما نطقوا لأن عوراتهم بانت ولأن جيفتهم صارت مشمومة عند الجميع قباحاتهم العقائدية وانتقاصهم من فاطمة واضح في كتبهم وواضح في دفاعهم عن هؤلاء الذين ينتقصون من فاطمة على أي حال الزيارة ذكرتني وقد قرأت هذا أيضا هذا المقطع في تلك الحلقات المهذبة من الخناء المشفعة في يوم اللقاء ابنة نبيك وزوجة وليك وأم شهيدك من هي فاطمة الأفطام هنا جاء مطبوعا في هذه النسخة وحتى في مصادر أخرى الأنفطام لا معنى له بقرينة العبارة التي تلي مربية الأيتام فالأيتام هم الأفطام ابنة نبيك وزوجة وليك وأم شهيدك فاطمة الأفطام والأفطام جمع لفطيم مربية الأيتام العارفة بالشرائع والأحكام والحلال والحرام عليها من وليها أفضل السلام فاطمة هي هذه فاطمة الأفطام ومربية الأيتام وشيعي هو السليم الفطيم اليتيم وفاطمة هي فاطمة الأفطام مربية الأيتام إنها القيمة فاطمة الأفطام مربية الأيتام حتى إذا أخذنا المعنى العرفية الظاهر ففي ذلك إشارة ودلالة إلى أنها هي القيم وإن كان المراد في هذه التعابير ما هو الأعمق يقودني هذا إلى سورة البينة في سورة البينة وفي الآية الخامسة بعد البسملة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فإخلاص الدين هو سلامة وسلامة القلب وسلامة القلب هي سلامة العقيدة فإخلاص الدين إخلاص العقيدة الدين هو العقيدة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء إنها إشارة إلى الاستقامة الحنيف هو المستقيم إنها العقيدة المستقيمة العقيدة السليمة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة دين القيمة العنوان واضح ما هو بعنوان مذكر من الجهة اللفظية عنوان مؤنث من هي هذه القيمة خبروني هل يطلق هذا اللقب على محمد هو دين محمد ولكننا ولكننا هل نطلق هذا اللقب وهذا الوصف على محمد صلى الله عليه وآله فنقول القيمة محمد القيمة علي أو أننا نقول القيمة هو الله من 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 التي يمكن أن تقصد بهذا الوصف حتى لو لم تكن عندنا أحاديث لسنا لسنا بحاجة إلى أحاديث القيمة فاطمة عندكم مصداق آخر أنا أخاطب أشياع الحجة بن الحسن لا شأن لي بأولئك الذين تشربوا بثقافة السقيفة أو بأولئك الذين تشربوا بثقافة النجف التي هي ما هي ببعيدة جدا عن ثقافة السقيفة أنا أخاطب وجدان أشياع الحجة بن الحسن من هي القيمة هنا وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة أخبرونا أخبرونا يا آيات الله العظمى أخبرونا أخبرونا من هي هذه القيمة القيمة فاطمة هذا يعني أن هذا المقام سيبقى موجودا على طول الخط مع كل إمام ماذا قال باقر العلوم صلوات الله عليه أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لشرف الدين الاسترابادي النجفي من أعلام القرن العاشر الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة وهذا هو الجزء الثاني صفحة 829 الرواية الأولى عن جابر بن يزيد إنه الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه فيما يرتبط بتفسير وتأويل سورة البينة أذهب إلى موطن الحاجة الذي جاء في صفحة 830 ماذا قال باقر العلوم وذلك دين القيم قال هي فاطمة عليها السلام هذا كلام الباقري صلوات الله عليه ولكن لو أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ما تحدث بهذا الحديث المنطق يقول من أن القيمة هنا هي فاطمة فمن هي القيمة وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة التي يكون الدين دينها خبروني من هي أنا لست محتاجا لهذه الرواية حينما أقول لست محتاجا لهذه الرواية لا أقلل من شأن الرواية الشريفة أبدا لكنني أقول من أن الآية واضحة جدا وجاءت هذه الرواية فزادتها نورا على نور وذلك دين القيمة القيمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية وليست بالنورانية هناك فارق بين المعرفة النورانية وبين المعرفة بالنورانية عودوا إلى برامج السابقة كي تطلعوا على تلكم التفاصيل نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء السادس والعشرون من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الأولى من الجزء السادس والعشرين يبدأ حديث المعرفة بالنورانية فسلمان المحمدي وأبو ذر قصد أمير المؤمنين يسألان عن المعرفة بالنورانية الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه فقال لهما من جملة ما قاله سيد الأوصية يا سلمان ويا جندب وجندب هو اسم أبي ذر تقرأ جندب وتقرأ جندب والقراءتان صحيحتان يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال صلوات الله عليه معرفتي بالنورانية ليست بالنورانية لو كان يقول معرفتي النورانية من دون الباء فإن الكلام يصح أما مع الباء فإن القراءة تكون بالنورانية معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة الله معرفة بالنورانية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء فلفظة الدين سقطت في الطباعة لمن أراد أن يعود إلى المصدر الذي أشرت إلي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم فهذا هو دين الله وهذه هي المعرفة بالنورانية أعيد عليكم قراءة ما قاله أمير المؤمنين لسلمان وأبي ذار في حديث المعرفة بالنورانية هكذا قال أمير المؤمنين يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن معرفة الإمام منظومة عقائدية تشتمل على شؤون التوحيد وشؤون النبوة وسائر التفاصيل حديثهم واحد ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج حوزة النجف فحوزة النجف تنكر هذا الحديث علماء الشيعة ينكرون هذا الحديث استناداً لمناهجهم السفيهة الضال هذه عقيدتي هم أحرار بعقيدتهم وأنا حر بعقيدتي أنا أحاسب عن عقيدتي وهم يحاسبون عن عقائدهم يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين فقال صلوات الله عليه معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة في جانب آخر أمير المؤمنين في نفس الحديث يقول فمن استكمل معرفتي هذا في صفحة اثلاثة فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيمة فكيف نستكمل معرفة إمام زماننا من دون أن نعرف القيمة من هي وما هو مقامها هذا كلام أمير المؤمنين فمن استكمل معرفتي أية معرفة هذه التي تحدث عنها قبل قليل معرفته بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة ومعرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل هي معرفته بالنورانية صلوات الله وسلامه عليه وهو الدين الخالص وذلك دين القيمة الآية نفسها التي جاءت في سورة البينة والتي فسرها الباقر كما قرأت عليكم من أن دين القيمة دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة الشيعي هو السليم هو الفطيم من الذي تفطمه فاطمة هو هذا هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف مرارا وكرارا أقول من أن زياراتهم التي يضعفها مراجع النجف الأغبياء الذين سلب التوفيق منهم يضعفون زياراتي الأئمة صلوات الله عليهم ويضعفون أدعيتهم بحسب قذاراتي وأوساخي وطفاساتي ما يسمى بعلم الرجال مرارا أقول الزيارات هي كنوز المعرفة وهي مناهن العقيدة وما فيها من المعارف أغنى مما ورد في الروايات والأحاديث لا أتحدث قطعا عن كل الروايات والأحاديث لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب هذه زيارة فاطمة وهذا المضمون يتكرر في زياراتها هذا نص واحد من نصوص زياراتها هناك نصوص عديدة تقرأ في زيارة فاطمة هذا نص من هذه النصوص هذا المضمون يذكر في نصوص عديدة من زياراتها الشريفة وزعمنا نحن الذين نقول من أننا من شيعتها وزعمنا أننا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك في أي شيء إن كنا صدقناك إن كنا صدقناك من أنك الصديقة الكبرى من أنك القيمة التي لك القيمومة على الدين وأهل الدين فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما نحن لا نستطيع أن نلتحق بهم بمحمد وعلي إلا بتصديقك يا أيتها القيمة فهذا شأن القيمة وهذا شأن القيمومة تلاحظون أن النصوص من الكتاب الكريم إلى الأحاديث الشريفة التي يضعفها مراجع النجف الأغبياء أسفها تلاحظون أن الأحاديث والقرآن يشرح بعضه بعضا وتتكون عندنا لوحة متكاملة ترسم لنا حقيقة واضحة نستغني بها عن سفاهة الأباعر والسفهاء وعن سفاهة ما يسمى بعلوم الحوزة التي لا هي بعلم ولا هم يحزنون هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر من دون مجاملات قد يكون كلامي قاسيا قد يكون كلامي شديدا وقد تعدونه من أنه خارج عن حدود الأدب ما مراجعكم يقولون عن فاطمة من أنها خرجت عن حدود الأدب والبقية يدافعون عن هذا وعن غيره حينما ننتقدهم فشيء طبيعي ستقولون عن كلامي من أنني لست مؤدبا في حديثي هذا مع هؤلاء المراجع العظام وأنا لا أبالي بذلك إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أستطيع وأن أصف الأشياء بوصفها الصحيح من دون مجاملات النصيحة التي دائما أرددها ولا أردد غيرها حينما يسألني أحد منذ أربعين سنة حينما يسألونني ما نصيحتك يا فلال لنا أقول لا تجاملوا في حق أهل البيت وافعلوا بعد ذلك ما تريدون لا تجاملوا في حق أهل البيت فإن الذي لا يجامل في حق أهل البيت لن يخرج عن دائرة الصواب لا تجاملوا في حق أهل البيت وأقول للذين يتابعون هذه الحلقات لا تجاملوا في حق أهل البيت لا تجاملوا لا تجاملوا حينما أصف المراجع بهذه الأوصاف لأنني لأنني لا أريد المجاملة في حق إمام زماني فإنني أصفهم بأوصافهم التي هي تحلو لهم أنا وصفتهم بهذه الأوصاف لأنني حملتهم على أحسن المحامل أنا لم أصفهم باللعناء باللعناء والكفار مثل ما وصفتهم الروايات الروايات وصفتهم بتلك الأوصاف الإمام الصادق في رواية التقليد وصفهم بالكفار والملبسين ومن أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وصفهم بهذه الأوصاف إمامنا الصادق والمصدر هو هذا في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنا ما وصفتهم بهذه الأوصاف حملتهم على الغباء وعلى السفاهة وعلى الثول فإنا نسألك يا أم الحسن والحسين فإنا نسألك إن كنا صدقناك إن كنا صدقناك في قيمومتك على الدين وعلينا وإلا في أي شيء نحن قد صدقناها وزعمنا أنا لك أولياء هذا زعم من قبلنا ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه هذا اعتقاد منا بما جاء به محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فإنا نسألك إن كنا صدقناك صدقناك في أي شيء صدقناها في قيمومتها علينا في ولايتها علينا في إمامتها علينا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لا نستطيع أن نلتحق بهما بمحمد وعلي من دون تصديق القيمة على الدين والأمر كذلك لا نستطيع أن نلتحق بإمام زماننا من دون تصديق القيمة على الدين ومن هنا مرارا وكرارا في برامجي أتحدث عن أن الدين لا بد له من قائم ولا بد له من قيمة فالدين له قيمة وله قائم وهذا جزء من معرفة إمام زماننا قلت لكم قبل قليل معرفة الإمام منظومة عقائدية شؤون التوحيد شؤون النبوة شؤون القيمومة على الدين كلها تلتقي في فناء معرفة القائم فالدين له قائم وله قيمة هناك قيام بأمر الدين وهناك قيمومة على أمر الدين وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة لو بقيتم إلى آخر أعماركم لن تجدوا غير فاطمة هذا قرآن عودوا إلى سورة البينة وتدبروا فيها وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة القرآن القرآن هو يحدثنا من أنه يهدي للتي هي أقوام أيضا التي وهي تعابير تدل على التأنيه فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوام القرآن واضح وحديث العترة واضح الغباء والظلام والضلال في عقول مراجعنا تلك هي الحقيقة الواضحة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لأي شيء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الطهارة هنا لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذه طهارة العقول والقلوب هنا يتجلى معنى القلب السليم هذه العقيدة السليمة هذه العقيدة الطاهرة تتجلى من هذه الكلمات بشكل واضح أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذا المقطع من زيارة الصديقة الكبرى وأن تقف عنده طويلا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي لا يقبلوا تصديقنا لهما تصديق تصديق التصديق هو أعلى درجات القبول نحن صدقناهم التصديق هو أعلى درجات الاعتقاد لكن ذلك لا يقبل منا هكذا نظم الله دينه مثل ما فرض على إبليس أن يسجد لأبينا آدم إبليس رفض السجود واقترح على الله أن يسجد له سجودا لا مثيل له الله سبحانه وتعالى طرده ولعنه وبقي ملعونا إلى يوم القيامة وسيبقى ملعونا معذبا خالدا في نار جهنم لماذا لأن إبليس أراد أن يخرج عن النظام الذي نظمه الله هذا هو نظام نظمه الله وذلك دين القيم هذا كلام الله فجعل لدينه قيمة هذه القيمة فاطمة وهذا النص حتى لو أراد مراجع النجف أن يشكك بهذا النص من جهة السند فإنه يتطابق مع القرآن أعرضوا حديثنا على القرآن الله يقول هذا الدين هو دين القيمة من هي هذه القيمة في ثقافتنا الدينية والعقائدية التي تستحق أن ينسب الله سبحانه وتعالى دينه إليها إنها فاطمة هل يحتاج الأمر إلى كثير من البحث والنقاش والاستدلال والزيارة هي هي تبين لنا جانبا من قيمومة فاطمة على هذا الدين الذي هي قيمته بنص القرآن وذلك دين القيمة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا هو الفطم فاطمة الأفطام ومربية الأيتام هذا هو الفطم فطمت شيعتها طهرتهم قطعتهم عن القذارة والطفاسة التي يريد مراجع النجف أن يغطسون فيها بالضبط بعكس ما تريده فاطمة نذهب إلى فاصل أعتقد أن معنى الفاطم وهو التطهير لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك أعتقد أنه صار واضحا لديكم ولو بالإجمال فالشيعي هو السليم الفطيم الفطيم بالميم اليتيم اليتيم إنه يتيم القائم في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون من أنني كثيرا ما أعود إلى هذا التفسير وأستخرج منه جواهر المعاني ودرر الأفكار وقارنوا بين هذه الحقيقة العملية التي أضعها بين أيديكم وبين ما يقوله مراجعكم في النجث من تشكيك وتضعيف وتكذيب لما جاء في هذا التفسير الكريم على أي حال إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 308 إنها أحاديث محمد وآل محمد أحاديث إمامنا الحسن العسكري وآبائه وأجداده الأطهار صفحة 308 رقم الحديث 214 وأشد من يتم هذا اليتيم تقدم الحديث عن اليتام في الواقع المجتمعي في الواقع الأسري اليتام الذين يفقدون آباءهم اليتيم الذي يفقد والده يفقد معيله ومربيه والمسؤول عنه فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وأشد من يتم هذا اليتيم هذا اليتيم الذي فقد والده وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه الرواية طويلة إنني أريد أن أقتطف منها أريد أن أقتطع منها ما فيه دلالة في وصف الشيعي من أنه يتيم قائمي إنه يتيم القائم وأشد من يتم هذا اليتيم الذي فقد والده ومعيله يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه وفي موضع آخر صفحة 310 رقم الحديث 218 عن سيد الشهداء عن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا إمامنا الحسن العسكري سيد الشهداء يقول من كفل لنا يتيما هو لا يتحدث عن يتيم فقد والده فقد أبويه من كفل لنا يتيما قطعته عن محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه إلى آخر الرواية من كفل لنا يتيما قطعته عن محنتنا محنتنا الإمام يتحدث عن غيبة القائم وهذا الوصف ورد في أدعية الفرج وورد الحديث عن صحائف المحنة إنها صحائف الغيبة تلاحظون التعانق الكامل بين كلماتهم بين أحاديثهم بين زياراتهم بين أدعيتهم ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج حوزة النجاف التي تمزق أحاديث أهل البيت تضعيفا وإنكارا وتشكيكا ويضحكون على الشيعة بما يضحكون به عليهم كتبهم دروسهم محافلهم الخاصة كلها تتحدث عن هذا الضلال وأتحد أن يكذبوني أتحد أنا أتحد في بث مباشر وعبر الأقمار الصناعية حديثي موجود على التلفزيون وموجود على الإنترنت الآن في الوقت نفسه بث مباشر على التلفزيون بث مباشر على الإنترنت تلفزيون القمر وبث إذاعي راديو القمر أيضا في اللحظة التي أنتم تشاهدونني على شاشة التلفزيون فأنا الآن موجود على الإنترنت على تلفزيون القمر في الموقع الألكتروني لقناة القمر وموجود على راديو القمر ببث إذاعي صوتي مباشر من دون فيديو وموجود ببث مباشر على الفيسبوك وعلى أنحاء مختلفة في عالم الإنترنت هذا الذي أقوله لكم حقائق إنني لا أفتري كذبا على أحد أقول ذلك ويدي مملوءة بالأدلة والوثائق وبإمكانكم أن تعودوا إلى برامج المطولة والمفصلة تفصيلا فيها الحقائق والوثائق والدقائق التي تكشف لكم عن ضلال حوزة النجاف وعن سفاهة مراجعها فليكذبوني فليكذبوني أنا ما جئت بشيء إلا من كتبهم من كتبهم التي لا زالوا يطبعونها ولا زالوا يفتخرون بها ويتباهون بها لو أنهم تراجعوا عن ذلك لتراجعوا عن هذه الكتب لكنهم لا زالوا على نفس الضلال سيد الشهداء يقول من كفل لنا يتيما قطعته عننا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا إلى آخر الرواية موطن الشاهد هنا من كفل لنا يتيما قطعته عننا محنتنا باستتارنا إنه ستار الغيبة وفي موطن آخر صفحة 312 رقم الحديث 222 إمامنا موسى ابن جعفر صلوات الله عليهما يقول فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد هذا فقيه يعلم الأيتام عقائده ليس الحديث عن أحكام الحيض والنفاس والجنابة هذه أمور مهمة تقع في حاشية الأمر في حاشية الدين لكن العنوان العقيدة 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 إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم ليس الذي يشتمل على معرفة أحكام غسل الجناب القلب السليم هو القلب الذي يشتمل على معرفة علي وآل علي على معرفة إمام زماننا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وليس الذي من لم يعرف غسل الجنابة مات ميتة جاهلية من لم يعرف غسل الجنابة إن كان قاصرا معفو عن وإن كان مقصرا فعليه أن يتعلم الغسل الصحيح ويترتب ما يترتب على ذلك من آثار فتوائية وشرعية لكن الذي لا يعرف إمام زمانه هو الذي سيموت ميتة جاهلية الإمام الكاظم هكذا يقول فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد أما الذين يجعلون دين الشيعة في فتاوى الطهارات والنجاسات فهؤلاء هم الأبالست بأعينهم الذين يلبسون العمائم الإبليسية أحاديث الكافي هي التي وصفت وحق الحسين وصفت العمائم التي يلبسها مراجع الشيعة الآن بهذا الوصف وصفتها بالعمائم الإبليسية ما أنا الذي وصفتها أحاديث الكافي الشريف نذهب إلى فاصل الأحاديث في تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفسير آل علي صلوات الله عليهم الأحاديث في معنى اليتيم وهو اليتيم القائمي المنقطع عن إمام زمانه الأحاديث وفيرة وكثيرة وفيها الكثير من التفاصيل لكنني أكتفي بهذا الذي اقتطفته من هذه الرياض النظرة من كلمات إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف هذا برغم برغم معاطس وآنافي مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل الذين يشككون ويضعفون تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أعتقد أن الصورة صارت واضحة لما أوردته من أوصاف الشيعي السليم الفطيم اليتيم الشيعي هو العارف بإمام زمانه وهذه هي أوصافه سليم فطيم يتيم سليم سليم العقيدة فطيم فطيم فاطمة يتيم يتيم القائم ومثل ما قلت لكم فإن الدين ما بين القيمة والقائم ومن معرفتهما تخرج تخرج إلينا وتشرق علينا العقيدة السليمة فالشيعي سليم العقيدة لأنه فطيم القيم ولأنه يتيم القائم بالمعاني التي شرحت وبينت أعتقد أن مقصدي من عنوان الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة أريد أن أكون شيعية صار واضحا لأننا استطعنا أن نشخص بعد سبر الآيات والأحاديث بعد سبر أغوارها استطعنا أن نفلتر وأن نستخلص تعريفا للشيعي هو العارف بإمام زمانه وهو السليم الفطيم اليتيم سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي هذا هو الشيعي لكن الحديث ما اكتمل للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل هذا الحديث المهم إنها الصفحة الأولى من صحائف العقيدة السليمة كيف أكون شيعيا لا زال البحث والحديث في هذه الأجواء ترجمة نانسي قنقر